موسيقى أستاذ ياسر فعلاً فيه سؤال يعني ليه وجاهها يعني ليه بنتجوز على مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان ليه الصيغة دي بتبقى في كل الزوج ناس كتير جداً عاوزة تعرف الإجابة يعني بعد ما تسألوا السؤال كل الناس استغربت منه لكن فعلاً ليه السؤال ده ليه وجاهها يعني؟ سؤال جميل بس ممكن نرد عليه ولك تتجوز ليه يعني مثلاً اختيار مصر واعتماد مذب أبي حنيفة النعمان في الزوج لأنه بدأ للمشرعين أنه أكثر المذاهب يعني حفاظاً على حقوق الزوجين وعلى حقوق الأولاد وأكثر يعني مجردتاً للأحداث الموجودة طبعاً عندك مالك وعندك الإمام أحمد إلى غيره لكن تم اعتماد المذهب أبو حنيفة كمذهب اعتمد القانون يكون من عليه الزوج لأنه وجدوا فيه أنه يعني أكثر حفظه للحقوق وخاصة للمرأة من المذاهب الأخرى طبعاً لو تزوجت على مذهب تاني أو تنقلت من المذهب بمذهب سواء في الجواز أو في حاجة تانية هل ده ببعدت عن الدين ولا تديوني فيه مشكلة؟ أول يعني طبعاً أنا مش فقير مش هدخل في الفقه بالتفاصيل التي أنت التي تسأل عليها لكن هقولك حاجة مهمة جداً هترياحك وترياحك كل اللي بيسمعون للغاية فيه فرق يعني أصلي؟ فيه فرق ما بين الدين والتديون يعني فيه فرق مهم جداً ما بين النص القرآني اللي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام والسنى النبوية كنصوص مبين تطبيق أنا وتطبيق خديجة وعائشة ومحمد للدين يعني هتجد امرأة مسلمة تسمع آيات الحجاب في القرآن فتخرج أن النقاف فرض تغطية الوجه كاملاً والكفين فرض وتجد فقيق آخر وامرأة أخرى تسمع نفس النص والآيات تقول لك لا الأصل الحجاب وكشف الوجه واليدين مباح وهتجد نقاش تاني هل الحجاب فرض ولا مش فرض أصلاً يعني نقاش للنص الموجود وفهمه هذا النقاش بيؤكد أن النص ثابت وخالد لكن فهمي أنا وفهمك أنت وفهم الإمام مالك رحمه الله والفقهاء اسمه تدين يعني فهمنا نحن لهذا لهذا النص لذلك من أبرز الأمثلة الجميلة على كده الإمام الشفعي الإمام الشفعي كان في العراق وكان له فقه في العراق فلما انتقل الأم الشفعي وانتقل من بلاد الرشيد إلى أرض النيل صنع فقهاً جديداً لذلك تجد عند الشفعية يقول الشفعية في الجديد والشفعية في القديم هو نفس الإمام ونفس النص ايه اللي اختلف ايه اللي اختلف في نظرك البيئة يعني طبيعة المصريين سلوكياتهم عادتهم تختلف في درجة ما عن طبيعة العراقيين فأنتج نمى التدين يناسب المصريين في هذه اللحظة وفي مثال جميل جداً على كده احنا طبعاً بنسمع لك ايه المذاهب الفقهة الأربعة لا يا سيد هم أكثر من أربعة يعني عندك سفيان الثوري وعندك الامام البخاري يعني في بعض المسالة كان يقول فيها فقيهاً وعندك اللي سي بن سعد وكان فقه مصري واللي همني جداً ليس ابن سعد كأنا كمصري ليس ابن سعد كان يقدم تدين مصري مختلف بدرجة ما عن التدين الموجود في أماكن أخرى مثلاً لاسي ابن سعدة لما سئل ما رأيك يا إمام في بناء الكنائس طبعاً الفقهة يقول لك إما يقول لك حرم أو حلال فقال للسائل يا بني هذا ليس بسؤال السؤال غلط يا ابني وهل بنية الكنائس في مصر إلا بعد ما جاء عمر بن العص يعني صحابه جمب بدأ بناء الكنائس بعد أن كانوا ضيق عليها في عصر الشهداء أيام الرومان فسؤالك حرم أو لحلال سؤال أصلاً مش في محله قد تجد فقياً آخر حنبلياً مثلاً في أرض الحجاز يقول لك لا ينبغي بناء الكنائس في أرض المسلمين رغم أن اتنين منطلقين من نص واحد لكن ألاسي ابن سعد كان فقياً مراعي التدين المصري والفقية الحنبالة أيضاً له مصر آخر لذلك من أعجب الكتب اللي قرأتها طلعت على عنوانها بشكل سريع كتاب اسم سيكولوجية الحنابلة إن كل فقية لو سيكولوجية له طبيعة له ظروف له مدخلات خلته يخرج من النص بتدين مناسب له فلما نعرف هذه المعلومة في فرق من الدين والتدين يبقى فهمك وفهم للدين ينبغي أن لا نتعارك عليه هذا ما فهمته من النص وكلكم آتي يوم القيامة يوم القيامة فردة أعتقد الفرق لو وضح بين الدين والتدين كتير من المشاكل هنقدر نحلها بشكل أساسي فاللي تجوز على مذهب أبو حنيف ربنا يبريكوا لو يوفقوا وللي تجوز على مذهب مالك ربنا يوفقوا يا كريم وللي عاودي تجوز على مذهب أحمد بن حنبل أهل الوسائل انطرم أنه في ضوء الاتفاق الكبير والكليات الكبرى للشريعة والدين أعتقد مهم التفريقة دي تكون وضحة بشكل أساسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر